السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأصنع فيه خبرا عاجلا يقول عبد السلام يكشف عن تدور لافت في العلاقة بين صنعاء والرياض وإلى التفاصيل كشف كبير المفاوضين اليمنيين والمتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام عن تدورات لافتة في العلاقة بين صنعاء والرياض ولأول مرة يصف عبد السلام السعودية بالأشكاء في إشارة إلى تحسن ملحوظ في العلاقة بين صنعاء والرياض بعد الهدنة التي وقعها الطرفان نهاية مارس 2022 والتي لا زالت سارية حتى اليوم على الرغم من عدم التوقيع على تجديدها من قبل الطرفين وقال عبد السلام في مقابلة مع وكالة رويترز إن مشروع الهدنة مع السعودية لا يزال مستمرا وأضاف نحن على تواصل النجابي مع الأشكاء في السعودية والهدنة دائما مستمرة ومواصل الجهود في هذا الاتجاه وفيما يتعلق بالموقف اليمني بخصوص فلسطين المحتلة في الحرب الأخيرة قال عبد السلام إن اليمن يستفيد من الخبرات الإيرانية في التصنيع العسكري لكنه نفى أن تكون إيران هي المتحكمة فيما تتخذه صنعاء من قرارات بخصوص مساندة فلسطين محتلة وقضاع غزة ضد كيان الاحتلال وقال عبد السلام لا ننكر أن لدينا علاقة مع إيران وأننا استفدنا من التجربة الإيرانية فيما له علاقة بالتصنيع والبنية التحتية العسكرية البحرية والجوية وغير ذلك لكن القرار الذي اتخذه اليمن هو قرار مستقل لا علاقة له بأي ظرف آخر وقد جاء بعد الضغط الشعبي الكبير ليس فقط في اليمن بل في المنطقة بمطالبة حكومات المنطقة وقادتها بأن يكون لهم موقف تجاه ما يتعرضت له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتكشف تصريحات عبد السلام عن تدور اللافت في العلاقة بين صنعاء وضياب ومدى التقدم الإيجابي الذي صارت إليه خصوصا بعد انشغال الولايات المتحدة الأمريكية عن حشر نفسها وتدخلاتها في هذا الملف الذي تسبب في عرقلة عملية السلام في اليمن إلى هنا وانتهي خبرنا أشكركم على حسن المتابعة والإصلاح ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وتقبلوا خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته